نروح بقى لأخبار فرقتنا يعني مستنين إن شاء الله مباراة يوم الجمعة طبعا الفريق بيواصل طبعا استعداداته لمباراة سيمبا التنزاني إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي وكالعادة مسيماني النهاردة قبل التدريب بيعمل محاضرة بالفيديو محاضرة اللي احنا متعودين عليها بيشرح اللعيبة الجزء الفني التاكتك إن شاء الله اللي هين شاء الله يحقق به نتيجة جيدة ويعمل أداء أكتر من راعب بإذن الله أمام فريق أعتقد فريق محترم يجب احترامه بشكل كبير جدا بيشرح فيه مسيماني وزي ما حضرتكم شامين كمان في الصورة مهم جدا الله تضيت بيتكلم مع الكابتن سيد على الحفيز إجراءات إدارية كمان بيتكلم مع مساعدينه وبجانب طبعا الفريق بيقوم مع عملية الإحماء الحمد لله الروح المعنوية عالية جدا الكل مشارك الحمد لله بشكل أكتر من رائع عودة وليد سليمان لها أثر كبير جدا جدا من نواحي المعنوية إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا حضرتكم عارفين كمان أن فريق سيمبا التنزاني كمان يعني هو خلاص يعني فريق تأهل بشكل كبير المباراة زي ما بنتكلم دايما ما فيش مباراة اسمها تحصيل حاصل مباراة النادي الأهلي اللي جاية مباراة مهمة جدا أنا في اعتقادي مهمة لثلاث حاجات الحاجة الأولى يا سهم إن شاء الله الفوز على فريق يمكن هو اللي فاز علينا الوحيد اللي فاز علينا في يعني بتدخل عناصر يمكن جديدة للفريق مش جديدة على الفريق لكن عناصر بقالها كتير مشاركتش وبالتالي بتحضر الصف التاني لأن عندنا مشوار طويل جدا جدا في الموسم أو في خلال شهر إبريل ومايو على الجانب الآخر كمان إعادة الثقة للناس وإعادة الثقة لللاعبين والجهاز الفني بعد يمكن الأداء المتواضع أمام المريخ مطلوب إن احنا إن شاء الله نعمل نتيجة جيدة مطلوب إن احنا بإذن الله نعمل أداء جيد وكمان ندخل عناصر جديدة إن شاء الله تكون تساعة فرقتنا بقى في المشوار الأطول اللي جاي بإذن الله بإذن الله ده مهم جدا جدا زي ما أنت قلت كابتن هينيو أفتكر أن فيه خلاص حالة من التركيز الشديد مسيطرة النهاردة على الفريق بأكمله النهاردة كمان بيجروا المسحة الطبية قبل لقاء سيمبا طبعا ده وفقا للبروتوكول المتابع زي ما قلت فيه حالة من التركيز زي ما أنتوا شايفين النهاردة واخدين الموضوع بجدية شديدة آه طبعا كالعادة مش مباراة تحصيل اللي حصل وخلاص ولكن كعادة الأهلي باسعة أنه حالفوز في كل المباريات ودي مباراة مهمة جدا جدا علشان تستعد بقى بقوة لمباريات الدوري المقبلة والمشوار الأفريقي ما أنت كمان يعني اللي تأهلوا دور التمية دول عينهم عليك زي ما احنا كمان عارفين النهاردة الأهلي مقبل على مباريات مهمة جدا خلال شهر إبريد زي ما أنت قلت كابتن وشهر مايو كمان فنهاردة من قبل مسماني حريص النهاردة كل الحرص على أنه يعمل أكتر من تأثيمة يتكلم مع اللعيبة فيه فقرات زي ما أنتوا شايفين كده يعني فقرات تمرين جماعي النهاردة أسم اللعيبة الأربع فرق بتتنافس طبعا دفاعا وهجوما على أرضية الملاعب من خلال تنفيذ بعض الجمل التكتكا والهجومية طبقا لتعليمات مسماني النهاردة كمان فقراتهم ديت انتهت بتأسيمة أخرى قوية ما بين فرقين بطول الملعب استمرت لتقريبا ربع ساعة كان بيركز خلالها مسماني على أن يوجه تعليمات محددة للعيبة لعيبة الوسط والهجوم تحديدا في الفرقين صحيح زي ما يمكن بنشوف دلوقتي حتى الفرق بتتأسم على الحالة الهجومية الحالة الدفاعية ممكن في الصورة فيه ثلاث فرق موجودين بثلاث ألوان مختلفة أحمر وزرق وأخضر ده بيعمل تأسيمة تقريبا في ثلاثين ملعب وبتبادل اللعيبة الأجزاء الهجومية والأجزاء الدفاعية في المساحات المتوسطة وده مهم جدا يعني كمان مهم جدا المساحات المتوسطة دي كلها أشكال تكتكية بإن شاء الله تساعد النادي الآلي في مبارات يوم الجمعة تساعد النادي الآلي في مبارات يوم الجمعة